السلام عليكم مرحبا كيفكم شو اخباركن اليوم بدنا نحكي عن الجي بي اس وشو الفرق بين الجي بي اس الموجود بالموبايل اجاني سؤال باليوتيوب من الاخ ابو عبدو عبي سأل ابو عبدو انه طيب اذا في موجود اقمار صناعية ليش لما نطلع على مكان عالي بتنقطع الاشارة تبعية النافيجيشن او تبعية الجي بي اس اوكي مع العلم انه لازم تزيد انت عبتقرب يعني اللوجيك انه انت عبتقرب لعند الامر جميل اول شي خلونا ناخد لمحة جي بي اس كيف بيشتغل وشو موجود بقلب الجي بي اس وشو هو عبارة عن شو كا انتينة يعني كيف بيلطقت الاشارة هذا جي بي اس انتينة جميل لاحظ في شغل مكتوبة هون فولتاج ثلاثة فولت للخمسة فولت هادا بيحتاج لخمسة فولت اوكي لحتى اشتغل فريكونسي الف وخمسمية مش الف خمسمية وخمسة عشر الف اوكي جيجاهيرتز فينا نقول لانه هاي خمسة عشر خمسة عشر فاسلين واربعين اوكي خمسة عشر الف خمسة وسبعين فاسلين واربعين ميجاهيرتز ماشي هادا التردد اللي بيشتغل عليه هادا ال جي بي اس انتينة حلو شوفي بقلب هاد انا فتحت لكم واحد انا فتحت لكم واحد رح فرجيكم شوفي بقلبه هادا الموجود بقلبه شايفين هادا اللاقط الموجود بقلبه طيب هادا اللاقط هو عبارة عن انش بانش اوكي اوكي شايفين هو مربع فعليا هو مش هوائي عادي هو متله متل الساتيلايت اوكي هو متل الطبق يعني الصحن يش هو نفس الشي بس ازغرون رقم واحد بموبايلك ما موجود هادا اي رقم واحد رقم واحد بموبايلك موجود هادا هاي رقم واحد موجود اواتي اللي هو بيستخدام للواي فاي او للجي بي اس انتنا. انا بصلح موبايلات من 30 سنة اوكي. ولحد الان. فلاحده يناقشني يعني بهذا الموضوع بعدين. اللي منين وما منين. بالبيت طلع لك او بالمحل موبايلات ضد ما بدك فرجيك الجي بي اس انتنا. هو عبارة عن هيك خطين مسلا بالموبايل. اوكي. وبيجي هيك. مثلا. وهيك. اوكي. اللي هو للواي فاي والجي بي اس. وفيه بالموبايل واحد متل هاد صغير. اللي هو اللي هو عبارة عن البوصلة تبعية الموبايل. اوكي. اللي لازم انت تعاير الموبايل حتى بالعلامة انت وقت تفتح الجوجل ماب ودك مثلا تلاقي موقع بيقلك احيانا اعمل اه كالبريشن اللي هي مشي الموبايل هيك. وبعدين مشي الموبايل هيك صح. طيب بالجي بي اس نفيقاشن بالنفيقاشن سيستم ما تحتاج الى هاد الموضوع وما في كومبوس وما في كالبريشن. جي بي اس انتنا. متل ما شايفين مربع. بتوجه الى السماء. لا بينحط هيك. ولا بينحط هيك. ولا بتوقف هيك متل الموبايل اوكي. هيك. بينحط لفوق. وشه دائما للسماء. ليش. الاشارة بتجي مسلا من الساتيلايت. نقطة هون. هاد الساتيلايت. الساتيلايت اللي هون هون بيعمل نقطة. الساتيلايت اللي 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 هون بيعمل المعلومات وهي مقطعة هيك خلينا نقول بالميلي مترات اوكي مثل المسطرة يعني فبتقول هي بهالنقطة هي في عنا اشارة وبالنقطة هي في اشارة والنقطة هي والنقطة هي والنقطة هي حلو وارتسموا هدول بها القطعة هاد بالمربع هاد بتروح هي الاشارة هيك بالكابل لوين للبرنامج خلوني فرجي كون وقعد جي بي اس انتنا هذاك ما في مشكلة وينو شوفوهن اوكي هي الساتلايتات اللي اللي لاقتن هلأ جي بي اس انتنا اوكي وهذا اللوكيشن تبعيتي هذا الموقع تبعيتي هاي الاحدياسيات اللي هي خطول العرض طيب لمحة عن الساتلا عن الجي بي اس اولا هو يعني اول ما نعمل هو نعمل للجيش الامريكي والهدف كان انه نعم يطلقوا 24 ساتلايت خاصات بتحديد موقع جميل اه بعام 1978 تم اطلاق اوال اربعة اللي هي اسموا أطلس طبعاً إلو الرقم كان سو كان رقمهم بي اس شغلة خمسمية وإداعش خمسمية واثناش خمسمية خمستالاف ومية وإداعش خمستالاف مية واثناش خمستالاف مية وثلاث عشر خمستالاف مية واربطعش هذول الأربع أول ما أطلقوا بعام 78 انتبه نحن يلا بال 2020 عدد الساتيليتات الموجودة للنفيقاشن مش ساتيليتات اتصالات ولا ساتيليتات انترنت ولا ساتيليتات تجسس ولا تلبس التلفزيوني والقلوات الفضائية فقط للنفيقاشن هنا 33 ساتيليت المجموع كل يعته هو اللي اطلق كانوا 33 في 2 كمان اول ما يعني اول ما طلع الصاروخ طبيعيتهم وقعوا وتخربوا فعنا 35 وفي عنا 9 ما اتذكر كان في تسعة ما بعرف شو فيهم المهم 33 نحن هلأ موجود عنا بالمدار اللي هني فقط لخدمة الجي بي اس فبالأساس هو لما تساوى الجي بي اس نظام الجي بي اس هو تساوى لشي عسكري مش للاستخدام مدني بعدين سمحوا هني انه تستخدموا انت كاستخدام مدني طيب جميل ابو عبدو سأل سؤال انه ليش لما طلع على الجبل ما بيعد بيشتغل الجي بي اس لا انا بقلك اسف من هالموضوع النقطة هاي هلأ بنطلع مع انا وياك على اي جبل بتحب اوكي على الجبل الوين على الجبال الهملاية اوكي راح يضلوا شغالين ما راح تروح الاشارة بالعكس راح تزيد شايفين هون هدول راح يزيدوا هاي قوة الاشارة تبعيت الساتلايت الاحمر هو غير مفعال والاصفر الاشارة تبعيته ضعيفة نطع نيوز اوكي يعني ما نوو شغال الخضر اللي هنه فعليا هلأ محددين موقعين شوف انا لتكن 33 امر هون في عندي انا طالع 32 في واحد نائس هون انيوي جي بي اس جهاز النادي باي مكان تروح عليه بالعالم بتفتح جي بي اس تيستر راح يطلعوا هدول انتبه هلأ هاد الكلام كتير مهم مشان تفهموا شلون الموضوع عب يصير شلون العملية عب تتم ليش لانه انا هذا شفتوا باكتر من كومنتات انه واحد عب يقول طيب بالصحرة ليش بتنقطع الاشارة هلأ راح تعرف ليش بتنقطع الاشارة هي الاشارة ما تنقطع بالصحرة ولا راح تنقطع بالصحرة اشارة النادي بتنقطع بحالة وحدة كان في عندك شي سطح يسكر الاشارة اللي بده تجي على هالشريحة يعني نحن لازم نجيب قطعة الالمينيوم ومنحطها فوقها او لا منسكرها هيك بقطعة الالمينيوم وهي القطعة الالمينيوم ناخد منها شريط وير كهرباء ومنوصلها على الارضي حلو ما بيعود بطلع عنا هون شي هون دول كلهم متلاقي هون صاروا صفار منتبهين بصيروا كلهم صفار ما بيعود في اشارة طيب ازا حطيناها هيك ما بتشتغل ازا حطيناها هيك ما بتشتغل هذا بدليل انه ما لا علاقة لا باشارة التلفزيون لا لا علاقة بالابراج لا لا علاقة بالموبايل لا لا علاقة باي شي متل ما بيقولوا اشارة لاسلكية على وجه الارض لكن هي فقط تشتغل اشارة لاسلكية اللي جاية من الساتيلايت فيه شغلة لازم الواحد يفهمه ونعرفه على ما بتقلي طيب اوكي الساتيلايت والتلفزيون التلفزيون كان موجود من زمان هو والراديو التلفزيون والراديو ما فيناك تخلط بين تلفزيون قنوات الارضية القنوات اللي هي المحلية اللي بتنتقل من الهوائي للهوائي وبتنعكس بالاتموسفير اوكي من النسبة مثلا للراديو بتتذكروا الام دابليو اللي كنا نسمى عليها ازاعة لندن في احد الاشخاص قال لي ازاعة لندن كنا نسمى عليها من عام الخشبة طيب يا اخي ما والله ما نزعلان معك انا دارس اتصالات اختصاص لسلكي يعني بدك جيب لصنع لك امر الصناعي وعمل لك ستيشن لمحطة راديو وعمل لك ستيشن لمحطة تلفزيون ان كان ارضية ولا فضائية ولا ان كان شو من كان فهذا صلب دراستي وصلب عملي انا يعني مثل ما بيقولوا حبي وشغبي هاي الاشياء الالكترونية ومش عن مثل ما بيقولوا بس اي حفاظه طب لا بدي اعرف ليش كيف عبيشتغل يعني انا هذا ما عندي مشكلة فاكك منه انا هذا ممكن خمسة ستة ومكسرهم بس مشان اعرف شو في قلبو ما بدي اقلع متل ما بيقولوا اتبع شخص انه اي هذا هيك لا ما هذا هيك خليني شو شو في قلبو بكسروا عادي ونخسرنا عشرين يورو انيوي التلفز الراديو كنت انت تسمى على ازاعة لندن وهي بلندن وهون مسلا سوريا ع سبيل المسال الاشارة بتطلع هيك اوكي بتنعكس عالارض بتطلع هيك عالاتموسفير بتنعكس بلتقطة الهوائي تبعيت الراديو تبعيتك حلو اوكي تحتاج الى برج مثل هاد وهوائي هون لحتى يستقبلها وكمان نفس الشي بتنعكس اشارة اليو اتش اف ما بتنعكس اشارة اليو اتش اف ما بتنعكس اشارة اليو اتش اف تذكروا كان استقبل قانوات ال البي سي والم دي في وما بعرف شو هدول كلهاتهم بالانتيل الشوكي طيب ليش كان الانتيل الشوكي يحتاج الى مقوي لانه الاشارة بتوصل ضعيفة الاشارة كلما زاد ترددها كلما زاد الدردد تبعيتها بتضعف الاشارة لكن بتصير تقطع مسافات اطول فتخيلوا اشارة الساتلايت واشارة النافيقاشن هي بالجيجاهيرتز اشارة الديش اللي عب تستقبل انت فيه يعني هلأ ما بدنا نخلط التلفزيون شي قنوات المحطات الارضية اللي تستقبلها بالانتينة شي قنوات الساتلايت شي تاني قطعا قنوات الساتلايت تحتاج اولا الى صحن تحتاج الى ابرة اللي هو اللاقت اللاقت في عندك نوعين سي باند وكيو باند السي باند تردده من الواحد الف وخمسمية الف وثمانمية اوكي الكيو باند 2.4 جيجاهيرتز 2.4 جيجاهيرتز اللي هو نفس تردد الواي فاي اللي هلأ انت بتشتغل فيه بالبيت عندك اللي هو الفور جي على سبيل الميثال وعلى فكرة بدنا نحكي بعدين على الفايف جي كل العالم نفكر فايف جي انه هو عبارة عن يعني فايف جيجاهيرتز لأ مو هيك هو فايف جينيريشن بعدين بنحكي عنه بحلقة ثانية انا ونرجع لموضوعنا الساتلايت يحتاج النا صحن وابرة ويحتاج الى ريسيفر كان فيه قبل كان فيه شي اسمه ريسيفر انالوج صح؟ طيب ليش ما توصل حضرتك الريسيفر الانالوج على الانتين الهوائي تبعيه التلفزيون وتستخدم القنوات تستقبل القنوات يلا يا فتحل يا عدقر اللي انت عبت تحكي وبتقول انه هي اشارة من ابراج ابراج براسك سوري الريسيفر يحتاج الى صحن يتوجه الصحن الى السماء السماء بده يكون فيها امر بده يكون فيها امر وهذا الامر اكتف للقنوات التلفزيونية بتستقبلون انت انت اوكي بيحلل الاشارة الريسيفر وتطلع صورة اللي كان عنده بيتذكر كان عنده ريسيفر انالوج ستار سات ولا ما بعرف شو سترونج وكان عنده صحن كبير اللي هو مترين وشوي اوكي وكان عنده ابرة للعرب سات الكبيرة اللون ارمادية سي باند لما صار الديجيتال نزل الديجيتال اشتغلت السي باند على الديجيتال للقنوات الهندية وفيه كان العرب سات سي ديجيتال بعدين طبعا راح انتهت صلاحيته وانكب بالزبالة بالفضاء احتراء الكيوباند اللي كان عنده مركب ابرة هات بيرد ابرة الهات بيرد لحد الان شغاله يعني اللي كان مركب انالوج ريسيفر هات بيرد وبده للريسيفر بديجيتال الهات بيرد شغال لكن مع ضبط بسيط للصحن ليش لانه الهات بيرد هو عبارة عن خمس اقمار خمس اقمار وربعات واحد اين ثلاثة واربعة وخمسة فكان يحتاج بس تعديل الصحن شوي صغيرة وبترجع بتستقبل الهات بيرد كامل بالالف وثمان ميت محطة فاذا بدنا نحكي ونتفق انه اقمار بتبعية البس التلفزيوني ما لا علاقة بالجي بي اس واقمار الاتصالات ما لا علاقة بالبس التلفزيوني واقمار التجرسوس ما لا علاقة فيهم كلياتهم وبنرجع لنفس النقطة ليش لما نطلع على الجبل بتروح الاشارة موبايلك يختلف عن هذا السيستيم يختلف عن هذا الجهاز موبايلك بيشتغل بطريقة تانية موبايلك بقلبه ان هذا الانتينة هذا الانتينة بياخد الاشارة من حوالي الموبايل بالبيئة الموجود فيها الموبايل ما رح ياخد الاشارة دايركت من السماء بعض الموبايلات طبعاً على الماثر بورد بتلاقي فيه نفس الشريحة صغيرة اوكي مثل هذا الانتين بس صغير هذا بتلاقي موجود على الموبايل على البورد هذا عبارة عن كومبوس انه هي البوصل الموجودة بالموبايل فهذا بيحدد مكانك كجهة الامين يسار شرق غرب ولكن ما بيشوفون للأقمار مئة بالمئة فانت اللي ما تطلع على الجبل تنقطع اشارة الموبايل اللي هي السيجنال تبعيت السيم كارت وتنقطع الداتا اللي بتجي من الموبايل اللي هي بتاخد انه من البرج الفلاني انت قريب على البرج الفلاني وفي برج تاني تاني جنبك مثلاً بمركز وكذا فهني هدول اللي بيعطوا معلومات للجي بي اس تبعيت موبايلك فانت لما تطلع على الجبل ويكون عندك جي بي اس لوكيشن اوف وينقطع الاشارة هذا الشي تاني يا اما موبايلك عاطل يا اما انت مانك حاطة مانك نفعل اللوكيشن يعني مانك فاتح اساساً انت خاصية جي بي اس انتينة بالموبايل طيب هذا الجي بي اس نفسه نافيكيشن كسيستيم هلأ اذا نطلع على اي مكان بالبحر بالبحرها بالجبل على الجبل بالصحراء ما رح نفتح خريطة بدكن تنتبهوا على شغلة هلأ يعني هي مهمة اللوكيشن خط طول وخط عرض الاحداسيات تطلع مية بالمية اقمار موجودة موجود 24 قمر موجوداتها دولي لخدمة الجي بي اس انتينة فقط للنافيكيشن خريطة شغلة تانية خريطة ارجع على الفيديوهات تبعيتي في مارسيدس جي ال انا صلحت فيه النافيكيشن صاحبة جايبة من امريكا نحن هلأ موجودون باوربا الجي بي اس ما بيشتغل يعني بيطلعوا هون الاقمار صفر والاحداسية ما بتطلع وهون ما في عنا ولا شي في هون اوكي لما تفتحوا للنافيكيشن بيعطيك انه هو بالبحر هلأ انا بعد ما صلحت الجي بي اس انتينة كان عاطل اشتغل الجي بي اس عطاني انه مثلا في سبع اقمار ثمان اقمار تسع اقمار وعطاني الاحداسيات هذول الاحداسيات اذا بتحطوهم بجوجل تعطي اوكي بيقول لك انت وين بالمانيا بسوريا باي مكان انت موجود رح يقول لك انت وين بغض النصر الخريطة الخريطة عاطيني انا بالبحر ليش لانه بالاساسا مش موجود خريطة البلد اللي انا فيها موجود فيها الخريطة القديمة فهي كسوفتوير لا تدعم فشخص من الاشخاص قال بالصحراء انه ما بيعد بيشتغل النافيكيشن اخي بدك تفرق ما بيشتغل النافيكيشن كخريطة ما بيعطيك موقعك انه انت بالصحراء ولا ما عد فيه احداثيات انا براهنك من مليون لمليون انه لا ونروح انا وياك على اي صحراء بالعالم ونفتح ال جي بي اس تيستر رح يعطيك انا موقعك فين رح يقول لك انت موقعك هيك وهدول الاخمار الموجودات فوق راسك مليون بالمية قولا واحدا ماشي لكن الخريطة بالاساس انت مانك منزل الخريطة طبعية المكان اللي انت رايح له ما رح يطلع عندك موقعك عليها على الخريطة رح تطلع نقطة ببحر نقطة بفراغ نقطة ما بعرف وين رح تطلع فهذا الخلط بين انه الخريطة مش مزبوطة او مش موجودة وبين احداثيات جي بي اس احداثيات الجي بي اس لما يكون عندك الجي بي اس شغال ما في عطل ما في خلل هذا لوكيشنك هذا موقعك الخريطة هي اكتر ما فيه متل ما بيقولوا صورة محطوط عليها الموقع اللي هلأ شفنا خلينا نروح نحن مثلا هون على النافجيشن افتح يا نف نف لتحديد موقعك على النافجيشن تحتاج الى اربعة ساتلايت يعني تحتاج الى اربعة اشارات من اماكن مختلفة لحتى تلاقي موقعك على الخريطة بدون اربعة ساتلايت ما بيتحدد موقعك اوكي هذا بالتري دي جي بي اس فهلأ انا موقعي هون هي فعليا هي الخريطة بس هي صورة انا مش هموقعي فعليا على الخريطة هو عاطيني هو حاطت موقعي بالاحداسيات اللي ملاقية جي بي اس اوكي يعني كأنها هي الخريطة مقسمة هيك بالطول وبالعرض اوكي اخت ارقام فهو عاطي الرقم طبيعية الطول والرقم طبيعية العرض وحاطتني بهالنقطة هاي هاي النقطة تطابق المكان اللي انا فعليا واقف فيه استوعبتوا الفكرة كيف فهذا كيف هيك كيف يشتغل الجي بي اس اوكي الجي بي اس لا 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 انترنت من اشارة الموبايل من البرج الموجود من الساتيلايت ان كان في من اي مكان فانت حسب شو منفعل موبايلك شو منزل تطبيق بموبايلك هذا الشي تاني بتروح على البلاي ستور اوكي وبتكتب جي بي اس تستر بيطلع لك هذا التطبيق نزله للاندرويد اوكي وفتحه وجرب فيه طبعا بقلبه البوصلة والاشياء هاي وقلبه نفسها اللي كنت انا فارجيك هون هاي الساتيلايتات مثلا اوكي رح يفرجيك كم ساتيلايت في فوقك موجود ورح يفرجيك شو هنه اليوز ونط انيوز ليش هلأ في شغلة بهذا الدي بي اس هو الحمر في اشكال غريبة اه شكل مخمص مدور مسلس عبي فرجيك الاقمار اللي موجودة كمان اللي هي مش للجي بي اس انتنا اوكي الخضر فقط هنا للجي بي اس انتنا جي بي اس انتنا تحتاج الى اربع نقط خضر لحتى يعطيك موقعك بالشكل الصحيح فانت اذا نزلت هالتطبيق ونزلت بمكان مغلق كل الاشارات رح تصير صفر ابدا اول شي احب بصيروا صفر لونهم اصفر سوري بعدين احمر بعدين رح تصيروا زيرو كلها ما رح تنقطع الاشارة كاملة مع العلم طلع على موبايلك رح تلاقي انترنت موجود كداتا اه اشارة موبايل موجودة فينك تعمل اتصال وشغال نظامي لكن كجي بي اس اشار جي بي اس نقطعت بالمرة ليش نقطعت لانه اساس انتماعت دايريكت مع السماء هيك بيشتغل جي بي اس ارجو ارجو انه يكون شرح يعني مفهوم انا حاولت بسط يعني قدر الامكان لانه هو الموضوع معقد اكتر من هيك عفكرة اه اذا في اي اسئلة في اي استفسار على الرح بيوسعها وفينك كمان تطبيق تاني انا طبعا عندي اياه على الموبايل رح فارجيكم اياه اكتب ساتلايت وانزل شوفوا الايقونة نفرجيكم الايقونة ساتلايت تراكر اوكي بس تنزله لهات تعالوا نشوف انا رح فارجيكم هلأ رح فارجيكم كم ساتلايت حقيقي موجود هلأ فوقي انا اللي عبيتحركوا مع الخدمة تبعية الاتصالات مع الساتلايت تبعية التلفزيون مع تبعوة الجي بي اس مع تبعية اه تسلا تسلا موتور هلأ عندهم اه مية وشوي تقريبا ساتلايت موجودة هلأ بالأوربيت على مدار 500 كيلو متر يعني مش كتير بعيد الساتلايت فينك تشوفه بعينك بالليل بتلاقيهم هيك ورا بعض خطوط اللي بده يقلي بالون بده يقلي بالون يفقع براسك اوكي قريبا رح صور لكم جبت كاميرا خصيصا لهذا الموضوع مشان تصور بالليل اوكي ورح صور لكم اياه ونشوفوه ان شاء الله كيف فينك تعرف مكانهم كيف فينك تشوفهم انا هلأ بهذا التطبيق بس تنزل هذا التطبيق اللي اسمه ساتلايت وتفتح وتفتح لوكيشن لوكيشن شو يعني يعني تفعل الجي بي اس انتنا الله يرضالي عليكم جي بي اس انتنا اذا ما شغال مش اكتف ما رح يطلع معك شي فبداك تفعل جي بي اس انتنا اللي هو المكتوبة لوكيشن نفتح تطبيق طيب هلأ في عندك اربع طرق لتختار اه طريقة البحث مسلا نحن بدنا نقل له مسلا في هون ناقص اه بتحت في شغلة لازم ليش مش طالعة بتحت في اوكي طبعا هو التطبيق للموبايل لعن فأنا هلأ عم نزل ومسجل السيارة ناقص ما في طيب كيف في اوكي هون تحت اه 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 تختار اه اي اوبشن للبحث ان كان عن طريق الخريطة ان عن طريق الخريطة مسلا عن سبيل مثال بتحط بتحط موقعك الدولة اللي انت فيها وبيعطيك دوارة شفت الدوارة اللي كانت بالتطبيق الاولاني رح يعطيك مثلا وراح يفرجيك الخطوط اللي ماشي فيه الساتيلايتات وراح يفرجيك الساتيلايتات اللي اللي هي بتتحرك اللي ماشي يعني بالليل ازا شغلت التطبيق وطلعت على السماء وطلعت على موبايلك رح تلاقي نقطة بيضة ماشية بالضبط متل ما ماشي على الموبايل عشاش الموبايل بتلاقيه ماشي بالسماء فتقلي ما في الساتيلايتات وتقلي الارض مسطحة يعني انا اتمنى ولا تكون الارض مسطحة بس ما بتزبط التكنولوجيا والعلم وناسا ما لا علاقة وناسا ما انا مدورة عليك ان كانت كنت مفكر انت الارض مسطحة ولا الارض مدعكلة نهائيا ما لن علاقة فيك ولا لن مشكولين فيك عندهم شغلاتهم عندهم عماتهم عندهم حطاتهم واللي عبيقلي على الامر الصناعي انا اسف نحن كدول انا مع العلم انا درست بسوريا اوكي انا درست بسوريا معهد اتصاع اه شو اسمه معهد اه اه بمعهد الصناعي الكترونيات اختصاص لاسلكي فكان عندنا كتابين لهن التلفزيون وكان عندنا كتابين لهن الساتيلايت فاتخيل نحن بعام ال الف تسعمية وتسعين انا بتذكر انه بهدول الكتب عندنا شرح كامل من بداية تصنيع الساتيلايت لوضعه لوضعه على المدار لحتى يعني طريقة كيف الستيشن تبعية التلفزيون معمولة اوكي وطبعا هاد الشرح بالصور وقطع واشياء متل هاي هون بالمانيا فينا كتروح تشوفه بالمتحف موجود فيه طبعا مو متحف شغلات قديمة متل ما بيقولوا متحف التكنولوجيا بتلاقي بالامر الصناعي مثلا مصنع جزء منه محطوط الصاروخ الاشياء هاي كلها كلها موجودة على الارض الواقع فما حدا بده يصرف لك ملايين على اشياء مثلا مانا موجودة او مش هنكزب عليك ما انت اخر همن بالكرة الارضية انت اساسا ان صدقت او ما صدقت والمشكلة انك حب تستخدم هاي التكنولوجيا وهذا انا اللي بيزعلني انه العالم عب تستخدم هاي التكنولوجيا لكن ما انا حب تفهم هاي كيف شغاله وبالعكس بده تناقضه هل تعلم القمر الصناعي قدش بقلبه دهب قدش كمية الدهب المستخدم بالامر الصناعي فتخيل هدول العالم عب يكبوا الدهب هيك يا زلمة يا الله يعطونا يا والله احسن لهم شوفكم على خير اذا فيه اي اشئلة اسألوني السلام عليكم الى اللقاء موسيقى